طيب ندخل بقى بالنسبة للمرحلة الجاية عندنا مبارات الإسماعيلي والاتحاد وإن شاء الله على بعد 8 نقاط أو مباراتين أو 3 إن شاء الله ونقدر نحتفل ببطولة الدوري ونسعد بالنسبة للمرحلة الجاية عشان نستعد للبطولة الإفريقية طيب الترند التاني من تردن ترند البطولة الإفريقية في كلام كتير وفي تفاصيل كتيرة لكن النهاردة الثلاث لغاية يوم الخميس 48 ساعة اللي جاية هتسمعوا التفاصيل كتير قوي طبعا في اجتماع كل وسائل إعلامي اهتمت ونشرت وكتبت عن الاجتماع اللي هيكون في الساعة السادسة للجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي واللي هيكون على رأس هذا الاجتماع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وأيضا كمان بحضور مندوبي التمن أندية اللي هيشاركه في مرحلة نصف النهائي سواء دور الأبطال الأهل والوداد والزمالك والرجاء أو حتى الرباع الكنفدرالية نهضة بيركان حسنيت أغادير حراكو ناكري الغيني وبرامدز المصري الاجتماع هيشوف المرحلة الجاية إيه الأنسب وإيه الأفضل وظروف كل نادي والوضع سواء في مصر أو المغرب خلال الفترة القادمة مش هازمع الأحداث لأن فيه اجتماع مهم جدا هيكون فيه تفاصيل كثيرة وفيه سيناريوهات متعددة سيناريو بإقامة المباريات في موعدها ولن تؤجل سيناريو بإقامة المباريات الذهاب وإياب ولو الوضع الوبائي في مكان مش مناسب ممكن يكون فيه طلب أن يتلعب في مكان يكون مناسب للفترة الجاية سيناريو أنه ممكن يكون المرحلة الجاية مش مناسبة فالأندية إذا اتفقت ممكن تتأجل لمرحلة أخرى بشكل عام أنا قلت مش هازمع الأحداث لأن أجيد خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاية فيه تفاصيل كثيرة والتمانية واربعين ساعة الماضية فيها تفاصيل كثيرة كل يوم فيه كلام وكل يوم فيه معلومات لكن التوصيل هتخرج من النهاردة من لجنة المسابقات واجتماع مندوب الأندية السمانية اللي هيشاركه في دور الأبطال والكونفيدرالية هتترفع للمكتب التنفيذي اللي هيعتمدها إن شاء الله يوم الخميس ويكون القرار النهائي والرسمي نتمنى يا رب بإذن الله الأصلح للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة يكون مناسب لقطاع قرط القدم عندك مشوار محلي خلاص في الرمك الأخير مطشين تلاتة وتحدد الرؤية وتستعد الإفريقية إمتى التاريخ والمعاد خلال الساعة الجاية هتتضح بنسبة كبيرة لأنه تفاصيل كثيرة جدا وفيه مستجدات كل ساعة بالنسبة للمرحلة اللي جاية النهاردة حتى صباحا موقع أفريكان فوتبول تكلم على أن الاتحاد المغربي أرسل طرب رسمي بالتأجيل نتيجة الوضع الصحي حاليا في المغرب أتمنى السلام يا رب الأشقاءنا في المغرب بالنسبة للمرحلة القادمة فبالتالي هنشوف هذه الطلبات مع رؤية الأندية اللي السمانية دوري أبطال أو كونفدرالية إيه الأنسب بالنسبة لهم المكتب التنفيذ عينائش ده إزاي؟ لأن خاصة الأمر مش متعلق بالمباريات فقط أنت لو حصل تأجيل أنت أترحل كمان موعد المباراة النهائية وما تنسوش أنه لسه ما كان المباراة النهائية مش معروف لغاية اللحظة دي فبالتالي هتتكلم لسه في موعد قيد ممكن تتغير وهتتكلم لسه أن الدوري المصر والمغربي ممكن يخلصوا إمتى لأن فيه تقارير يتكلمت على أن الاتحاد المصر والاتحاد المغربي فيه اتفاق ما بينهم أنه ما عندهمش مشكلة بالنسبة للتأجيل لأن 20 أكتوبر ده معاد أربك الحسابات وقلنا قبل كده أن التصنيف هنا مش هيعمل مشكلة وعندي هنا معلومة أقدر أقول لكم ده انفراد وده شيء مميز بيدول أن الناس في الاتحاد الأفريقي بتحول تشتغل على مصالح كل الأندية وكل الاتحادات اقتراح يقدم في المكتب التنفيذي في إطار أن الدول التي لم تنتهي من دورياتها حتى هذه اللحظة من الممكن منحها استثناء لاستكمال دورياتها أو إرسال أسماء الأندية بحروف أو أرقام الفترة القادمة حرصا على انتهاء هذه الدوريات تبقى للموعيد اللي بيعلنها كل اتحاد محلي في الفترة اللي جاية وده مكافأة للاتحادات التي أصرت على استكمال المسابقة بالنسبة للفترة القادمة أفضل من اتحادات أخرى ريحت دماغها وخدت قرار بالإلغاء وعدم استكمال الموسم والاعتماد على الأندية لشاركة الموسم الماضي فبالدالي أنتم تتكلموا على اقتراح فيما معناها مكافأة للأندية أو للاتحادات اللي بتفكر تكمل مسابقتها ولسه ما خلصتش أنها تستسنى من معادة 20 أكتوبر عشان تبعت أسماء الأندية حروف أو أرقام الفترة اللي جاية أو تستبعد من التصنيف فيه أمور كثيرة جداً لها حلول لأن أنا أقول لكم قبل كده هي زي الفنكوش موضوع ما كانش ليه معنى أو أزمة الناس اختلاقتها على الفاضي والموضوع أصلاً برمته ما فيهش أي أزمة فبالتالي هنا حرصاً على أن فيه اتحادات كانت حريصة أن يتكمل دورياتها ما عندناش مشكلة ممكن تستسنى لأن الاتحادات دي أو الدول دي حريصة على المسابقة وما ينفعش أسويها بالاتحادات ودول أخرى لغت المسابقة وريحت دماغها وقالتها بعت آخر أندية تأهلت من الموسم الماضي فبالتالي إن شاء الله ما فيهش أي أزمة في هذا الأمر وإن شاء الله الدور المصر والمغرب الفترة الجاية ينتهي بشكل جيد جداً وتكون المباراة الفترة الجاية قبل عشرين أكتوبر تكون انتهت وده يتضح بقى في المكتب التنفيذي لما يتم اعتماد التواريخ هلف ومنتصف أكتوبر في نفس المعات في سيناريو آخر ده هيبان خلال الفترة اللي جاية